إعصار ميلتون القوة المدمرة التي قلبت فلوريدا رأسا على عقب أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عن إعصار ميلتون الذي ضرب فلوريدا مؤخرا هذا الإعصار صنف كأقوى إعصار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في تاريخ العالم حيث بدأ كموجة استوائية في المحيط الأطلسي وسرعان ما تحول إلى إعصار من الفئة الخامسة محدثا ضمارا هائلا سوف نتحدث اليوم عن رحلته وكيف تحول من عاصفة بسيطة إلى كارثة هزت الملايين وسنغوص أيضا في الأسباب التي جعلت هذا الإعصار بهذه القوة والخطوة ما الذي يميز إعصار ميلتون؟ إعصار ميلتون ليس مجرد إعصار آخر تحوله السريع من الفئة الثالثة إلى الفئة الخامسة في فترة قصيرة جدا يجعله استثناءا الضغط الجوي المنخفض الذي صاحب الإعصار إلى جانب سرعة الرياح التي تجاوزت 300 كيلو متر في الساعة يجعل من هذا الإعصار كابوسا للسكان وللمسؤولين على حد سوا فلوريدا شهدت استعدادات غير مسبوقة رغم ذلك لم يكن بالإمكان تفادي الأضرار الكارثية بدأت قصة إعصار ميلتون في المحيط الأطلسي حيث كان مجرد عاصفة استوائية وبدأ بالتطور خلال الأيام التالية لم يكن هناك الكثير من القلق حول تلك العاصفة ولكن فجأة وفي غضون ساعات بدأت العاصفة بالتحول إلى إعصار في الخامس من أكتوبر وصل إعصار ميلتون إلى اليابسة في فلوريدا الرياح العاتية التي رافقت ودمرت آلاف المنازل وأغلقت الطرق السريعة إن قدرة ميلتون على التدمير ظهرت في لحظات قليلة حيث اشتاحت العواصف المناطق الساحلية وصحقت المباني الإعصار لم يكن مجرد كارثة طبيعية بل غير حياة الملايين مئات الآلاف اضطروا لمغادرة منازلهم فلوريدا شهدت انقطاعا تاما للكهرباء تدمير العديد من البنى التحتية بما في ذلك الطرق والجسور في مناطق مثل ساند بيترسبورغ وتامبة كانت الأضرار كبيرة جدا السكان تحدثوا عن لحظات رعب عاشوها خلال مرور الإعصار الهياكل الأساسية مثل المدارس والمستشفيات تضررت بشكل كبير بعد مرور الإعصار بدأت الولايات المتحدة تقييم الأضرار التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة الأضرار قد تصل إلى مليارات الدولارات وقد توقفت الأعمال التجارية في فلوريدا لأيام طويلة بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بشبكة الكهربائية والطرق إضافة إلى ذلك أثر ميلتون بشكل كبير على الحياة البرية حيث تسبب في نفوق العديد من الحيوانات وتدمير المحميات الطبيعية التقس المدمر خلف وراءه الكثير من التساؤلات حول مدى استعداد العالم لمواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة الاستجابة المحلية كانت عاجلة حيث تحركت فرق الإنقاذ بشكل سريع وتم إنشاء ملاجئ مؤقتة للسكان الذين فقدوا منازلهم الحرس الوطني الأمريكي تم نشره للمساعدة في عمليات الإخلاء والإنقاذ السلطات المحلية قامت بتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه على سكان المتضررين وبدأت عملية الإعمار فورا ولكن هذه العملية سوف تكون طويلة وصعبة جدا حيث أن الكثير من المناطق تضررت بشكل غير قابل للإصلاح السريع إعصار ميلتون هو تذكير صارخ بالقوة المدمرة للطبيعة رغم التحذيرات المتكررة والاستعدادات لا يزال من صعب على البشرية التنبؤ بكوارث بهذا الحجم أو التعامل معها بفاعلية السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف يمكن أن نكون أكثر استعدادا في المستقبل لمثل هذه الكوارث الطبيعية وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تحسين استجابتنا في النهاية لا يسعنا سوى التأمل في حجم الخسائر والأمل بأن تكون جهود الإعمار فعالة لتجاوز هذه المحنة في الختام شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة المميزة عن إعصار ميلتون نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قمنا بتقديمها من خلال هذه الحلقة القصيرة حول هذا الحدث الضخم لا تنسوا مشاركتنا رأيكم وتجاربكم إن كنتم من المتأثرين أو المهتمين من متابعة مثل هذه الأخبار نتمنى السلامة لجميع المتضررين من الكوارث الطبيعية والكوارث الإنسانية من الحروب من القتل والدمار أي أن كان مصدره أي أن كان موقعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء